على أسعار رخيصة حتى الفقير حتى الإنسان البسيط يستطيع أن يقتني هذه المنتوجات ولذلك تحية لرئيس الحكومة الجديد تحية له لما منع التفاح الفرنسي لأنك إذا منعت منتوج أجنبي من دخول الجزائر مع أن ترك تجع المنتوج الوطني لما تشري منتوج وطني معنى كين عائلة جزائرية تأكل كين راجل جزائرية وينفق على مرتهم كين أطفال جزائريين ربابهم يصرف عليهم هذا وعلينا نطلب بالمنتوج الوطني ولذلك عائلة ناصح جزاكم الله خير مدى بنا رئيس الحكومة يمنع مواد التنظيف التي تستورد من الخارج تبعوني باش تفهموا أي واحد في قلبه قرام قرام واحد من حب الجزائر مدى به اسمعني كانوا عندنا ربع شركات يخدموا الخميرة على الخبز غلقوهم كلهم ويلو يجيبوا الخميرة من فرنسا فهمتوها كيفا؟ كيفا رأي الحالة؟ ولذلك هذا رئيس الحكومة لازم نعنوه ونديروا يدنا في يده وندعموه باش ينجح ان شاء الله ويولي المنتوج الوطني الجزائر يستهلك جزائريا الله يعمر داركم بالخير والبركة الله يعمر داركم بالخير والبركة والجنة لعمتكم ان شاء الله سائل يقول ما هو وقت الصحور بالضبط كان عليه الصلاة والسلام يتصحر قبل الفجر بحيث حاول تفهم لما ينتهي من الصحور تبقى خمسين آية ويأدن المؤدن لكن تطلع على الحساب خمسين آية لما ينتهي من الصحور لو كان واحد يقرأ خمسين آية يأدن المؤدن انت يطلع على الحساب وشوف كيفا جربها انتهي من الصحور وبدأ تقرأ صوت يا سين أقرأ خمسين آية يأدن الأدان فهمتوا او لم يفهمتوا اش اذا الآذان الأول هذا اللي احنا نسموه الأول يجوز أن تأكل لما يأدن آدان الصلاة والصلاة خير من النوم انتهي السنة يكون عندك خمسين آية قبل الآذان تكون انتهيت من الصحور فهمتوا الله فهمنا وكاي الناس ما مش يتصحروا في رمضان واش فائدة رمضان إذا ما تتصحرش وإذا تأكل قبل آذان المغرب وإذا تسبت ضرب وتولي في مشاكل مع الناس رمضان جاء ليوربينا ليعلمنا باش اجعلنا من الأتقياء والنبي صلى الله عليه وسلم وكما يقول تصحروا فإن في الصحور بركة انتهي هذه البركة لا تدهاش تصحروا فإن في الصحور بركة وهذا البركة ما ركش عافوا شنو انت افهموني يا لعلها الصالح في الزوجة لعلها الصالح في الذرية لعلها الصحة لعلها رضاية الولدين لعلها حسن الخاتمة لعلها زوالوا هم زوالوا هم وذهبوا كربة وانت يا ماركش تتصحر تعطيها بركة وتنود على الزوج وين ريت احلك البركة نود تصحر وصلي ونم بعد الصلاة سائل يقول سائلة تقول لم اقضي ما ترتب علي في رمضان الفائت وقد دخل علينا رمضان الحاضر فماذا يترتب علي لما مقضتيش رمضان الفائت وادخل رمضان الجديد الواجب عليك ان تصومي رمضان الجديد فاذا انتهينا من رمضان وربي طولك عمرك ان شاء الله عليك الفدية والقضاء الفدية والقضاء واشنو القضاء واشنو الفدية القضاء عليك كل نهار تصومي نهار نفترض واني نمثل لبش تفهمه عندك عشر ايام معنى تصومي عشرة ايام وبما ان رمضان مر على رمضان ودخل رمضان على رمضان عليك الفدية اطعام عشرة مساكين تقبليكم شا عدس ولا يطلع عدس تعطي الواحد فاقر هاكي نحيتي اطعام عشرة مساكين وصيام عشرة ايام فهمتها اللي فهمي فهم لي ما فهمش سائل يقول هل يجوز اعطاء الزكاة لمرأة ما تزوجها وترك لها مسكنا جميلا يساوي الملايير هذه الجواب انتهى عند واحدة العجوزة الله يرحمها كي كنا في الجمعية الخيرية الاسلامية جاءت عندي طلبة مساعدة اعطيت لها ما تصدق به المتصدقون ومبعدها بعت بعت المكلفة بالتحقيق الاجتماعي ملا راحوا داروا تحقيق كتبوا لي تقرير بلي المراهدي عندها فيلا عندها فيلا مليحة وفيلا لبس بها ملا عايت لها قلت لها يا ايام انا دارنا تحقيق وصبنا لبس بك عندك فيلا واش جاوبتني اسمع الجواب باش نتعلمهم من بعضنا بعض قتلي يا اخويا نقولك الصح رجلي مات وخلاني جيعانا قتلي ناكل الفيلا ناكل ناكل لحياط يعني ناكل لحياط فهذا دالي الوالة وعندها فيلا ولكنها محتاجة ما عندهاش المصرف يجوز واعطارها الزكاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة